انا عندي أربع أولاد وثلاث بنات في الليل الأولاد بقموا مرعبين بنصدموا عن الأكل كمان حالة نفسية يعني متدامرة بالنسبة للأطفال عدة مرات يرحلونا من البيوت يخلونا من البيوت بحجة منورات من الصبح بيدري بيجوا من الساعة بيجوا تقريبا على الساعة 5 بيجي بروك والأولاد نيمين بيطلعوا الأولاد الصغار من الفراش وهم نيمين حتى هم ما يكونوا صحيين 100% بقيموهم بالقوة أجباري بيطلعوهم برا البيوت وبقولوا هذه منطقة بدها تصير منطقة عسكرية يطلعونها في العراء في عز الشمس في عز الظهر الساعة 12 رغم أنها الأرض زراعية بيخلوها تصير خربة للمنورات وهي رغم أنها في عندهم مناطق صحراوية عندهم مناطق خالية من السكان أنهم يتدربوا فيها لكن بقصدوا أنهم يتدربوا في المناطق اللي فيها المواطنين حتى يقوموا في تهجيرهم و ترحيلهم من المنطقة نشوف نحن في منطقة منطقة حمصة اللي هي كانت معهولة بالسكان من الضغوطات اللي صارت على السكان أغلبها رحلت ما في حياة طمأنينان اللي مثلا تكون حياة زي هزا بقى الأطفال اليهود بنا يقول المستوطنات اللي حوالينا ما بيجوا يتناوروا حواليها ما بيجوا ما بيجوا على الطفل اليهود يقولوا له قوم من فراشك الساعة خمسة والساعة أربعة في الليل لا ما بيقولولو هي هذلك بيقدمولو حبة تشيبس بيقولولو تصدلها يا حبة تشيبس ما بيقولولو لا لاي بناخد حبة تشيبس بيقولوا لاي بناخد حبة تشيبس وناه ها هو اللي بيصير عندنا نحن وعنده أطفال ما هذي اشتركوا في القناة